مرحبا بكم متابعين العزاء في مقطع جديد وفيديو جديد احياكم الله طبعا خلص العيد كل عام انت بخير وينعاد علينا وعليكم ان شاء الله تعالى بالبركة والخير وان شاء الله تعالى السنة الجاية رح نكون على جبر عرفة احنا وياكم ان شاء الله تعالى طبعا هي متأخرة شوي بس حبيبي والله ان شاء الله تعالى رح ارجع للقناة بعد فترة تقريبا لو نجمحن 4-5 ايام مع بعض ايما ينقال خلينا نقول اسبوع مع بعض بس لا ان شاء الله تعالى رح ارجع وارجع بقوة ان شاء الله تعالى بس همتكم باللايكات حتى خوارزمية اليوتيوب ترجع لتصعد القناة وتصير زي اول ان شاء الله تعالى طبعا اليوم عندنا احنا شرح لأفضل خمس سفن امريكية ان كانت بارجات مدمرات طردات طبعا هنا ثنتين ثنتين وحدة رح اصالف عنهن طبعا للناس الاغنية للناس الاغنية واللي عنده ارتكوين كثير بفضل ان يشتري طبعا التيتون او التايتون خلينا نقول او تيتون تايتون تيتون كل واحد نفس المعنى نفس السفينة ما رح يختلف اشي طبعا تتميز بصاروخ مغلق دمجه عشرين الف بطلق اربعة خمسة كأنه اربعة او خمسة لأ الضرر عشرين الف او اطلقات في الهاجمة اربع صواريخ بطلق اربعة عشرين ثمانين الف بعطيك ثمانين الف ما الف وستمية واحد وثمانين الف وستمية بعطيك دمج كصاروخ طبعا الصاروخ حلوه بس انه كمان في بالنسبة للصد انه رح ينصد فلا تنتجل او تعطي كل قوتك على الصواريخ فالصاروخ خلينا نقول رح ينصد واذا ما نصد رح يجيب لك واحدة ثمانين الف وستمية لا اكثر من اثنين وثمانين الف اه بالنسبة للمدفع ومعطي قدمج عالي جدا لان اطلاق الواحدة خمست عشر الف وستمية بطلق اه ثلاثة ستة وستت اثناشر اطلاقة بعطيك بعطيك اثناشر اطلاقة بخمستعش حبيبه والله بعطيك تقريبا مية وثمانين الف مية وخمس وثمانين الف اه بس اه هو من عيار اربعمية وستة ملم بس مشكلته باعادة التلقيم اعادة التلقيم اللي هو فيها اثناعش بونت خمس وعشرين فاه نسمة اعادة التلقيم جدا عالية فهايه احد المشاكل اللي بتتعرضي لها تايتون لان قوتها بالمدفع قاعد بقول لك ما يقارب الـ 180-85000 كدمج فحبيبه والله دمج عالي ورلود عالي فبدك تكون حريص على المدفع تعرف اما تطلع تدرب وترجع لل كبر او للجبل بالنسبة للراجمة راجمة حلوة بتصد غواصات وتربيدات اطلاقات بتطلق خمس اطلاقات فيها اربع راجمات خمسة باربعة اعطيك عشرين قذيفة تراجمة كل قذيفة بضرر ثلاثمية عفوا ثلاثمية ومية وعشرين يعني ثلاثتلاف وعشرين اما يقارب الـ 80 كمان انا بالحساب شوي ضعيف فحبيبه والله بعيار 254 مل طبعا راجمة حلوة ضد الغواصات وضد التربيدات بالنسبة للتربيد التربيدين الاطلاق الواحد بتعطي التربيدين كل تربيد خمسة عشر الف وستمية ما يقارب 31 الف ومتين 31 الف ومتين كتربيدات تربيدات حلوة ومش حلوة لو ما عقيني اياها مفتوح احط تربيدات مثل ما بدي اني لو كان تربيد واحد سيمهم اعطيني X1 يعني بس انه مفتوح هتحكم فيه مثل ما اني مثل ما اني بدي بحيكون جدا قوي مثلا بتحط التربيد النووي او بتحط الى اخره فبعطيك قوة اكثر بالنسبة للمروحية مفتوحة طبعا تكتل تحطي بذكية بالنسبة للدفاع الجو تعتبر من اقوى الدفاعات الجوية الموجودة دعم خلينا نقول على البارجات بدفاع جوي جبار جدا بضرر تسعمية وخمسة سبعين الف X4 طبعا وهذا بعطيك 1600 والاخر ايضا بعطيك 520 دفاعات الجوية جبارة جدا دفاعات الجوية جبارة كلها صاروخية يعني اذا مسكن قاسفة راح تودع اذا مسكن صاروخ راح تودع فدفاعات الجوية جدا جبارة طبعا سعرها 10.000 ارتكوين للي مع ارتكوين مثل ما قلت في بداية الفيديو 9300 وخمسين طبعا ها بنسبة للتيتون ي حاول ما اتطول بالفيديو ان شاء الله تعالى ها بنسبة للبارجة التيتون او التايتون يظل عندنا اربع سفن انا بفضل ايضا بارجة الفقراء او خلينا نقول العاديين بفضل الماسة طبعا الماسة 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 معروف لما بدأ ايشرح بمدفع جبار جداً اثنين وخمسين الف براجمة ايضاً اصبحت تسد التربيدات والغواصات براجمة ايضاً جبارة جداً تقدر تحط صواريخ مثلاً اكس واحد وخمسين طبعاً سعرها ثلاثين الف جولد معروفة مدفع جبار راجمة جبارة ودفاع جوي ايضاً جبارة عندك دفاعات جوية بنصف القطعة ايضاً دفاعات جوية اربع دفاعات جوية بمقدمة البارجة عندك مدفع عالي واحد بمقدمة البارجة واثنين بمؤخرات او بخلف البارجة طبعاً دفاعات جوية موزعات مية بالمية وبشكل صحيح على البارج مما يعطيها دفاع جوي متكامل وقوي جداً مروحية ما بتاعي شرح توربيدة بتنظر تفطلها سيبرفيش بلاك شارك توربيدة النوم فيصبح توربيدات تجبارة بعد جميلتها مثل ما قلنا لكم بتصد توربيدات وبتصد ايضاً اصبحت من جديد تضرب غواصات بدمج ثمانين الف منتظر اثنين وخمسين مع الضرر اللي نقول الضرر الناتج او ضعف الضرر بسير ثمانية وخمسين الف وخمسمية والصواريخ عادة بشكل اكس واحد وخمسين مثلاً او دي اف اثناعش اه دي اف سبعة عشر واي لاخره او اكس واحد وخمسين كمان مثل ما قلنا اه بتقدر تحط لها فبصبح عندك تشكيل محترمة بالصواريخ وعندك هجوم اول ما يقارب الميتين وخمسين الف بالراحة من توربيد وراجم ومدفع وصاروخ اهي بالنسبة للماسة بالنسبة لي السحاب بارجتين نظرنا نترس سفن فرح يتقسم إلى طراد ومدمرتين او او خلينا نقول لطرادين او مدمرة انا راح اقول واحد زيادة وانتو لبتكو اياي طرادين ومدمرتين بالنسبة للطرادات كان قبل السي اه السي اج اكس كان من افضل الطرادات وحاليا ايضا من افضل الطرادات باربع صواريخ ومدفعين وتوربيدين ودفاع جوي جبار باربع دفاعات جوية ومدفعين الانيات وحلو مشهول دفاعات تجوية بس بوم يعني قوته راح تيجي على الدفاعات اللي انت راح تحطها تمام احنا ما قلنا كل اشي فيه متغير ما فيه اي اشي مغلق فكل راح ينحسب عندك اللي انت راح تحطه طبعا السعر والله بالضبط ناسي للامان ويكون صريح سعر ناسي كأنه ثلاث وستين ثلاث وسبعين الف مليون ثلاث وسبعين مليون دولار وستين مليون دولار والله بالضبط ناسي للامانة بس بتقدر تشتريه بالدولار اللي هو بالشدات طرات قوي مناسب جدا بسبب انه كل تسليح مفتوح بتقدر تتحكم فيه مثل ما بدك انت طبعا سكن هذا خاص فيه ب14 بالنسبة للطرات الثاني اللي هو خلونا نقول الموجود حاليا واني عملت عليه جوائز وانتسحبتهم اللي هو الطرات الارقناس ارقناس اذا ما خاطر ظني طبعا قدتلكو لغتي بالانجليز وضعيفة وايضا بالحساب ضعيف فأحبيبي يعني لحداش علق رجاء لو سمحتوا لا حداش علق طبعا يعطي يأتي بصاروخ مغلق تطلق اطلاقتين بسبعتاشر الف خليني نقول ضرر او ستاشر الف وتسعمية لا خليني نقول سبعتاشر الف ضرر بناتج تلاتين اربعة وثلاتين الف بناتج ثلاثة وثلاثين الف وثمانمية صاروخ جدا حلو بايضا صاروخين مفتوحات تقدر تحط اتامكها بمنتج عندك اربع صواريخ اتامكها كونه كل صاروخ بطلق اطلقتين ب ثلاث مدافع تقدر تحط مثلا اتامكها بأعطيك دمج ما يقارب مئة وخمسين الف مئة وخمسين الف لانه لأ ضرر المدفع القضيف الواحدة ثلاثة عشر الف عفوا خمسة عشر الف بطلق تلاتين ثلاثين تسعين الف رح يعطيك تسعين الف دمج ثلاث مدافع طبعا التوربيد توربيد واحد مفتوح بتقدر تتحكم فيه مثل ما بدك انت بس مشكلة تطرات هاد انه ما في راجمة مثل C-H-X C-G-X ما في طراء ما فيه عفوا راجمة فما فيه مكافحة للغو للتوربيدات تمام بس بتقدر تحط انت توربيد مثل ما بدك انت باختيارك انت حتى يعطيك قوة ضد الغواصات طبعا دفاع الجوي حلو بمدفع عالي ست مدافع عالية و دفاعين جويات مغلقة تمام فبعطيك دفاع جوي محترم نوعا ما وقوي ايضا نوعا ما بقوة هجومية عالية يعني ما هو دفاع لا هجومي بسبب المدفع والصواريخ الموجودة فيه بالنسبة للطراد يعني ممكنك تختار CHX او تشتري هذا الطراد بالارتكوين حاليا موجود هو بالارتكوين موجود ب424 ارتكوين يعني تقدم على طراد ب400 تمام بالنسبة للطراد بالنسبة للمدمرات بالنسبة للمدمرات والي هنا خلينا نقول ما رح أعطيك الغاليات لمثلا الريدرام خلينا نقول المدمرات الغالية جدا لأن الريدرام أصلا سريعي فما رح تحتاسك كثير ولا رح أجيب لك النتيجة فبتيجيك المدمرات بالارتكوين يا سيد العزيز يا شبيحة الماسا بتسليح جبار جدا بالارتكوين أنا رح أعطيك ارتكوين وبالمقابل أيضا رح أعطيك تقدر تشتريها عادي بالشدات بالارتكوين تقدر تشتريها شبيحة الماسا أو مثل ما بقولي لها بنت الماسا بتسليح جبار جدا بأربع صواريخ متغيرات اثنين باثنين بأربع مدافع قوية جدا كل المدفع بعطيك ضرر أربعة عشر ألف وثلاثمية أي أكثر من الماسا أي ما يقارب بعطيك كذا الثمانية وخمسين ألف ونص بعطيك مع أربع مدافع عالية بتقدر تحط مثلا للتايفون و دفاع جو أيضا حلو جدا بأربع دفاعات جوية اثنين باثنين مغلقة الضر ارتباح تسعمية وعشرة والصاروخ الثاني الريم مئة واثنين وستين بدمج تسعمية وعشرة أيضا نفس الدمج مع أربع مدافع عالية طبعا المثال السفينة هاي سريعة أيضا ومناورتها حلوة المناورة فيها حلوة بمروحية متغيرة بمدفع مثل ما قلنا أقوى من الماسة بـ 58,500 بدون الضرر الناتج يعني زيادة الضرر في صلى 65,000 وأربع صواريخ اثنين باثنين يعني هتحط لها بالتشكيل هاي زيادة اويل يابا اويل يابا جدا يعني لحبيبه والله ما هي مكافحة للغواصات لا من راجمة ولا تربيض فمشكلة الوحيدة اللي هي الغواصات هاي بالنسبة إلها نعفو للطراء المدمرة اللي بأيدها اللي هي بالشدات تقريبا 60 مليون شدة او دولار DDGX طبعا بأيدها وبشدة الدفاع جو جبار خمس دفاعات جوية متغيرة طبعا كله بمدفاعين آليات بأربع صواريخ وتوربيدين ومدفاع طبعا كل إشي في متغير أنا بحب السفين يكون فيها عتاد متغير واتحكم فيه مثل ما أنا بدي أحسن لي تمام يعني هاي مثلا ما أعطيك لنتي بس إنه ما أعطيك مدفاع مغلق ودفاعات جوية مغلقة تمام لأ هاي ما أعطيك هيها مفتوح ثلاث صواريخ X3 يعني تحط X51 نضع close أو مثلا تحط التشكيل للجبارة اللي هي مثلا أربعة أتامكة بأعطيك نالج ثمان صواريخ سبام جبار مع مدفاع مثلا خلينا نقول TMF بعطيك ثلاثين ألف دمج مع توربيدين نووي هاي شوف دمج جبار مع توربيدين نووي ومقاربة ثلاثين وثمانين ألف مع مدفعين آليات خلينا نقول ريبت فاير حتى تدفع عن حالك ضد الصواريخ والطائرات مع خمس دفعات جوية وضع close مدمرة جبارة وسريعة أيضا بمتانة المدمرة بمتانة ثلاثمية لا هي مش مطورة أصلا مش مطورة بمتانة تصل إلى أربعمية وثمانية واربعين ألف المدمرة فحبيبي والله فمدمرة جدا حلوة مناورتها أيضا حلوة بالنسبة للسرعة ومتانتها فمدمرة جدا حلوة مثل ما قلت لكم تقريبا بستين مليون شدة طبعا أما فضلكوا بس هذول في مدمرات كثير أمريكية بقدر اقترحها بس أنا للمبتدئين قسمت الفيديو جدا راح يكون عنوان يعني أفضل خمس سفن أمريكية بس راح يكون منه للغني ومنه للفقير أو مش الفقير والمبتدئ أيضا يعني الفقير ما راح يقدر راح يجيب لك مثلا سفينة مثلا رد رام نزلت وروح يجيب لك 9000 أو 8000 أرتكوين ما راح يقدر أروح يجيب لك إياها مراح تردرم ما راح يقدر يروح يجيب لك إياها لأنه الفقير أو مبتدئ أما الغني يقدر يشتري ها الغني اللي مع آرتكوين ما تفرق عنده يروح يشتري اللي بده إياها أما الفقير والمبتدئ لا بالنسبة لأفضل السفن الأمريكية قسمت ستة بدل حمسة أعطيت ثلاثة للأغياء وثلاثة للفقراء أو المبتدئين طبعا تقدر شبيه تغير ها بالردرام بصير لك أفضل بس الردرام مشكلتها مشكلة لأنه في ناس بتشتريها وبعد ما بتشتريها بتبيح مو تجارة لا بس أنها تتندم أنها اشترتها الردرام فلحظ كل شي كان بالفيديو أتمنى تكونوا استفدتوا فيه وأنا صورتوا على السريع بأعتذر بس الدين الليل عندي والفجر أذن بأعتذر وبشدة بس مشان ما أقطع القناة إن شاء الله الفيديوهات الجاي رح تكون أقوى وأفضل إن شاء الله إلى هنا ينتهي الفيديو بتمنى لكم مشاهد ممتعة ويوم سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر